السلام عليكم ما هو الفاراد؟ في الحقيقة تسهيل شرح ما هو الفاراد كانت مهمة صعبة علينا لكن بفضل الله استطعنا تسهيل هذا الأمر في البداية أترك ما كنت تفكر فيه جانبا بخصوص وحدة قياس الفاراد وركز معنا من جديد لدينا مصدر تيار مستمر وسوف نقوم بتغيير قيمة الفولت من المصدر في المقارنات هذه الشروحات دائما تحتاج عمل مقارنة نقوم بتغيير قيمة عمل واحد ونحافظ على ثابت باقي القيم ثم ننظر إلى النتاج فولت المصدر حاليا 84 فولت وهناك مقاومة سنترك قيمتها ثابتة وهي اثنانهم ولدينا مكثف وللمكثف قيمة تقاس بوحدة الفاراد والآن سوف أختصر عليك هذا المكثف قيمته 47 مكرو فاراد وستبقى قيمته 47 مكرو فاراد مهما قمنا بتغيير فولت المصدر أو أمبير المصدر بمعنى أن الكمية التي سوف يخزنها من حيث الفولت والكولوم لن تغير قيمة الفاراد سيبقى 47 مكرو فاراد سواء أعطيناه تيار مستمر أو تيار متناوب بترددات مختلفة هذا لا يغير بقيمة المكثف العوامل التي تحدد قيمة المكثف يعني قيمة الفاراد سأشرحها لك في نهاية الفيديو المثال الأول فولت مصدر التيار يساوي 84 فولت وهناك مقاومة قيمتها 2 أوم هذا يعني أن أقصى تيار سيمر هو 42 أمبير فإن المكثف في بداية الزمن لا يشكل معاوقة يبدأ يمر كامل 42 أمبير ومباشر من نفس اللحظة يبدأ بالهبوط لكي يصل الأمبير إلى الصفر وذلك بالتزامن مع ارتفاع فولت المكثف وأثناء هذه العملية كان المكثف يصنع معاوقة حثية زمنية تساوي 47 مكروفارات يصنع هذه المعاوقة على مرور التيار بغض النظر عن كمية التيار وبغض النظر عن قيمة فولت المصدر حتى نستعب ذلك أكثر سنبدأ في المثال الثاني على نفس القيم ولكن سوف نقوم بتقليل فولت المصدر إلى 17 فولت وبما أن قيمة المقاومة هي نفسها 2 أوم سيكون أقصى تيار يمر عبر هذه الدائرة هو ثمانية ونصف أمبير وعند التوصيل في البداية سيمر عبر المكثف التيار الأعظمي وهو ثمانية ونصف أمبير ومباشرة يبدأ بالهبوط سوف يتخزن فولت في المكثف يساوي دائما نفس فولت المصدر وهو 17 فولت وسوف تتخزن كمية كونوم معينة حاليا لن نحسبها ومع أننا قمنا بتغيير قيمة مصدر الفولت نجد أن المكثف كان يصنع معاوقة زمنية تساوي هي نفسها قيمة المكثف 47 فارد أي أن المكثف دائما سوف يصنع نفس قيمة المعاوقة وهي قيمته ربما كنت تعتقد أن الفارد هي كمية معينة تتخزن في المكثف الجواب لا لأن من الممكن أن تتغير كمية الشحنات التي يخزنها المكثف على نفس قيمة الفارد كما شاهدنا ذلك في المثالين لأن في المثال الأول كان التيار 42 أمبير وبدأ يتخزن وفي المثال الثاني كان التيار 8.5 أمبير وبدأ يتخزن في المثال الثاني خزن كمية أقل وأيضا فولت المكثف يمكن أن يتغير وتبقى قيمة الفارد كما هي إذن نستنتج من ذلك أن الفارد هي معاوقة زمنية يصنعها على مرور التيار بقيمة ثابتة ربما تقول بما أنها معاوقة زمنية قيمتها ثابتة فلماذا لا نتعامل معها مثل المقاومة العادية التي تقاس بالأم الجواب لا الوضع يختلف عند حساب الأمبير مع قيمة التردد شرح الاختلاف بينهما بسيط ولكن يحتاج إعداد شرح مصور سأعطيك شرح صوتي بدون رسوم متحركة ولاحقا إن شاء الله إن أراد متابعون ذلك أضع الشرح المصور يمر التيار عبر مكثف بقيمة أمبير كبيرة في بداية الزمن ثم يبدأ الأمبير بالهبوط مع مرور الزمن بينما في المقاومة العادية يمر الأمبير بقيمته ويبقى محافظة لهذه القيمة مع مرور الزمن هذا هو الفرق بين مقاومة المكثف والمقاومة العادية ولهذا السبب كلما ترتفع قيمة تردد التيار المتناوب من المصدر ترتفع قيمة الأمبير التي تمر عبر المكثف لأن عندما يرتفع التردد هذا يعني يصغر زمن النبضة والمكثف يسمح بمرور تيار هذه النبضة قبل أن تكبر معاوقته يكون زمن النبضة قد انتهى ثم تأتي النبضة التارية وأيضا في البداية سيأخذ الأنبير الكبير وهذا يعني دائما يمر تيار كبير عبر المكثف مع التردد العالي والعكس صحيح من الذي يحدد قيمة الفاراد للمكثف؟ هي أبعاده وحجمه ونوع العازل بين الصفحتين أي أن هناك ثلاث عوامل كما في هذا الشرح المصور أي استفسار أي سؤال ضعه في التعليق ولا تنسانا بوضع العجاب والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة